النهاردة هنكون مع حضراتكم كالعادة هيكون معايا فقرة الأخبار ونستعرض مع حضراتكم أكيد مباريات اليوم والنتائج ودور التمانية وبالتالي هيكون أيضا معنا الناقد الرياضي الأستاذ ممدوح فاهمي الناقد الرياضي بالأهرام علشان نتكلم معاه أيضا في كأس العالم والمباريات ومستقبل الكرة المصرية رايح فين في اختيارات المدير الفني وهل المباراة المقبلة في تصفيات أفريقيا في شهر 9 هل هتكون بمدير فني مصري مؤقت ويكون مدرب عام بعد كده مع المدير الفني الأجنبي اللي هيجي ولا من البداية اتحاد المصري هينجح فيه تعاقد مع اسم محترم عنده خبرة أفريقية خبرة مع المنتخبات العربية والأفريقية علشان يقود منتخب مصري في أمم أفريقيا واللي ان شاء الله بعديها تكون فيه تصفيات كأس العالم وخلاص العودة تتفكر من عندنا وما يبقاش إنجاز ان احنا نوصل لكأس العالم لا يبقى ده طبيعي عنده منتخب مصر هبدأ مع حضرتكم بآخر الأخبار الأخبار طبعا كأس العالم اللي موجودة فيه الساحة الرياضية فيه الصحف والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي أول خبر معايا عن البشمهندس هاني أبو ريدا تصريح سنعاقب بعض اللاعبي المنتخب بالحرمان لمدة عام هل الكلام ده موجه للاعبي منتخب مصر اللي تم ثبوت إنه هم بيصوروا فيديوهات وبيبعتوها لأحد القنوات ولا لأ ده اللي احنا هنعرفه لكن هو ده التصريح كان على اللسان البشمهندس هاني بردوه أنا أعتقد إن الكلام ده ينطبق على بعض اللاعبي منتخب مصر اللي راحوا وراء التصوير داخل غرف النوم طبعا ده كان فيه آآ كلام كتير حوالين الموضوع ده بالآخر يا جماعة أي خسارة بتبين حاجات كتير قوي لكن المكسب بيداري هنا حصل خسارة وبالتالي لازم يكون فيه يعني حد يتعاقب على التقصير اللي حصل وبالتالي هنشوف بعض العقوبات اللي لازم يتم علشان خاطر يعني منظر منتخب مصر والهيبة اللي معروف عننا المنتخب يتحافظ عليها تريزيجيه يعلن رغبته في اللاعب اللي جالات السراي كلام كتير يتقال عن وجود تريزيجيه في بارما لأ في انترميرن وهيطلعوا إعارة لبارما لأ ده تريزيجيه يروح جالات السراي فبالتالي احنا ما حدش فينا يعرف حاجة غير الأيام اللي جاية هي اللي هتعلن أما اللاعب الدنماركي يورجنسون يتعرض لسيل من الشتائم والتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني أكيد طبعا يعني يعني احنا في أوروبا طبيعي بلد حرية وبلد أكيد الاحترام أو قارة القارة اللي فيها الاحترام وفيها الحرية لللاعبين للأسف يعني بيتم سوق السلوك من بعض المشجعين والكلام ده حصل على فكرة للاعب تاني فيه منتخب السويد وطلع بيان وتكلم وكان طبعا بمساعدة اللعيبة انهما طلعوا وتكلموا معاه وتكلم على ان ما ينفعش لاعب كل القدم يتعرض إلى يعني مش انتقاضات يتعرض إلى شتائم وتهديدات ليه ولأهله لويس واريس يدافع عن ميسي ونيمار ويعرب عن مسندته ليهم طبعا طبيعي جدا ميسي زميله ونيمار زميله السابق وبالتالي سواريس يدافع عن اللاعب الارجنتيني واللاعب البرازيلي أما منتخب بلجيكا يستعد للبرازيل بمنح لعبيها راحة سلبية لمدة يوم واحد وهي اليوم بعد المجهود الكبير اللي شفناه من لعبي منتخب بلجيكا والأداء الطيب اللي احنا شفناه واري منتدى من 2-0 لـ 3-2 خمس أهداف في شوط واحد فبالتالي لازم ميرتنز أكيد وجهازه الفني مع تياري أمري أنه لازم يجازي منتخب بلجيكا بالراحة السلبية لمدة يوم علشان عنده مباراة قمة في القوة أمام المنتخب البرازيلي ديجو أرماندو مرادونا يجيد بالبرازيل ويسخر من نيمار يسخر من نيمار بسبب تمثيل نيمار نيمار هو دي طريقة لعبه هي دي طريقة تعبيره عن الدربات الحرة بيحب ياخد دربات حرة مبالغ فيها شوية فبالتالي مرادونا بيسخر من نيمار أما مدرب المكسيك عن نيمار عار على كرة القدم تصريح قوي جدا وخطير من أوزاريو مدير الفني المكسيكي عن نيمار جونيور أما نيمار نفسه لا أحب الحديث مع الصحافة تجنبا لإثارة الجدل في بعض الأوقات طبعا كويس أنك ما تتكلمش لكن في بعض الأوقات لازم تتكلم علشان توضح بعض النقاط اللي عليها علامات استفهام المكسيكي رفايل ماركيز ينهي مسيرته الكراوية بعد عقدين من التألق في الكرة العالمية خلاص ماركيز بيعتزل رسميا بعد مشاركته بخمس مرات في منديالات متنوعة ومختلفة كان الكابتن فيهم وبالتالي هو من أعلى اللعيبة أو أعلى اللعيب عنده ريكوردز مشاركات في كأس العالم دي بروين بيقول انتصارنا على اليابان لن يعني شيئا إذا خرجنا من المنديال أمام البرازيل كلام عائل جدا وكلام طبيعي من نجم منشستر سيتي الإنجليزي ونجم المنتخب البلجيكي البلجيكا عندها حلم التتويق ببطول الكأس العالم بعد وصول منتخب بلجيكا لأعلى فترة في تاريخها وجود نجوم كبيرة جدا وكتيرة وكلهم كفرقة على بعض يقدروا يفوزوا ببطول الكأس العالم أما كابتن طارق دياب يطالب برحيل كابتن نبيل معلول ومسؤولي الاتحاد التونسي بعد الإخفاق في المنديال نشوف هل هيتم الإطاحة بالكابتن نبيل معلول ولا حفاظا على استقرار المنتخب التونسي المتواجد مع منتخب مصر في تصفيات الأمم الأفريقية هيتم الإبقاء على كابتن نبيل معلول أما رسميا خواكيم لوف مستمر في قيادة منتخب ألمانيا والخبر ده يعني كتير جدا سمعناه أنه هو في عقد ما بين خواكيم لوف والاتحاد الألمانيا حتى بطولة يورو 20-20 وده الاستقرار اللي منتخب ألمانيا والاتحاد الألماني بيدور عليه من بداية يورو 2000 وخروج منتخب ألمانيا كأخير للمجموعات من ساعتها حطوا قطة مشوا عليها بدأوا يحصدوا البطولات من أول ثالث عالم لتاني عالم لبطل عالم أخيرا بطولة أقارات بالمنتخب التاني لكن مش عارف خواكيم لوف كان مصمم على الاستعانة بأهل الثقة في المنتخب الألماني اللي ضيعوا ضيعوا المنتخب بللاتة يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع المكسيك مكسيك اتنين لعيبة لحد دلوقتي كده أعلنوا اعتزالهم سواء كرة القدم أو الدولي مع المنتخب وانيستا أيضا يودع المنتخب الأسباني أعلن أندريس انيستا أنه اعتزل اللعب الدولي وأنه خلاص مركز معنا دي في اليابان وكافاني دانسون كافاني مهاجم منتخب أورجوي يثير الشكوك حول مشاركته في موقع فرنسا دانسون كافاني خرج من مباراته الأخيرة أمام البرتغال مصاب وبالتالي الكلام وبالتالي الكلام اللي بيتقال يعني انيستا احنا قلنا أنه هو ودع المنتخب الأسباني بعد طبعا ما منتخب أسباني أخفك وخرج من دور الستاشر ودينسون كافاني يثير الشكوك زي ما احنا قلنا دينسون كافاني احتمال ما يكونش موجود فيه مبارات فرنسا القادمة وهي مباراة حاسمة للمنتخب الأرجواني ومباراة قوية تحتاج لكل نجم من النجوم منتخب الأرجوي منتخب أرجوي أقوى خط دفاع في البطولة المرماه تلقى هدف واحد فقط لا غير أما الخبر اللي بعديه هندا يعتزل دوليا بعد الهزيمة أمام بلجيكا هندا النجم الكبير النجم الياباني اسمه حتى مميز يعني اسمه لنا كمصريين طبعا بيدل على علامة تجارية لماركة عربيات كبيرة جدا وبالتالي اسمه مميز جدا لنا بيعتزل دوليا أمام بعد الخسارة أمام منتخب بلجيكا آخر كاس عالم لهندا منتخب الامام منتخب محترم جدا أعتقد أنه هيحقق يعني أرقام الفترة اللي جاية سواء على صعيد الأسيوي أو على صعيد العالمي تاني ديجو أرماندو ماردونا خبر طريف يعني ماردونا دايما كده من وقت للتاني بيقول حاجات تضحك ماردونا يعرض تدريب منتخب الأرجنتين مجانا يعني هو بعد سان باولي مش فرقة يعني اللي يمسك الأرجنتين زي خورخي سان باولي يبقى ماردونا يمسك سان باولي يمسك تاتا مارتينو يمسك فاكين طبعا تاتا اللي برضو كان عليه فترة مسك فيها برحول ومسك فيها الأرجنتين وبصراحة في الآخر ضايع الاتنين إقالة مدرب بولندا بعد الخلوج من كأس العالم كل المنتخبات يا جماعة على فكرة بالمناسبة كل منتخبات النجم الأوحد كلها خرجت كان دكتور طاري الأدور معنا آخر مرة وكنا نتكلم في الموضوع ده وكل المنتخبات اللي بتاعتمت على النجم الأوحد خرجت وكمان مدربينها هيمشوا كوبر بقى مدرب بولندا يعني بنتكلم في زي ما احنا شفنا البرتغال بس مش عارفين مدربها هيتم إقالته ولا لأ وهيستقيد ولا لأ لسه مش عارفين لكن الخبر اللي بعدين منتخب السويدي وصل تقلقه بالتأهل إلى ربع نهاية كأس العالم والفوز على سويسرا واحد صفر أما فورسزبرج لاعب سويدي أو لاعب منتخب السويدي هو أفضل لاعب اللقاء السويدي وسويسرا في كأس العالم هو الإعلان عن أفضل عشر لاعبين لجوائز فيفا تلاتة وعشرين يوليو طبيعي جدا على الأقل لازم يكون ما بين آخر تلاتة محمد صلاح مش عشرة عشرة ده طبيعي محمد صلاح دور إنجليز أحسن لعب أفرق يحسن لعب في الدور الإنجليزي فالطبيعي كن موجود من ضمن العشرة لكن احنا عايزينه من ضمن التلاتة طبعا دينيس ماتسوييف عازف البيانو الشهيدة زور تدريب منتخب روسيا روسيا طبعا احنا عارفين ان هم عندهم يعني غير كرة القدم عندهم حاجات تانية كتير زي بقى الرسم والفن والتمثيل كل الكلام ده في روسيا واخد حقه وبالتالي اللي شايفينه ده محضراتكم ده حد كبير قوي عندهم في العصف فبالتالي عصف البيانو فبالتالي وجوده في التمرين زي ما احنا شفنا يعني اللعبة مبسوطة بوجوده وزي ما احنا عارفين كرة القدم هي اللعبة الشعبين الأولى في العالم وبالتالي اي حد بينتهز فرصة إنه يكون موجود ويساند بلاده لحد ده اخر وقت اما بقى خبر غريب اختطاف والد ميكيل قبل مباراة نيجيريا والارجنتين اخبار كانت اتكلمت ان جون اوبي ميكيل تم اختطاف والده قبل مباراة والارجنتين وللارجنتين كسبت فيها اثنين واحد اما بنيامين بافارد الظاهير الايمن للمنتخب الفرنسي والظاهير الايمن لنادي شتودجيرت الالمانيا تلقى عروض احترافية بعد تقلقه في مونديال روسيا من اللاعبة الواعدة الديشامب اكيد ليه فضل كبير جدا عليه ولازم يعترف ان ديشامب لعبه مع نجومة بالتالي بين لاعب يستحق الوجود فيه كأس العالم الفين وتمنتاشر بروسيا يا جماعة بس واحنا بنتكلم على الاخبار لو حد يقول لنا على النتيجة علشان نقول لسيدة المستمعين اول باول طيب اخر الشروط التالت هو الشروط الاول الاضافي المباراة ما بين منتخب انجلترا ومنتخب كولومبيا واحد واحد تعازل ايجابي لسه ما فيش اي جديد اما جيركوف قد يغيب عن مواجهة كرواتيا للاصابة عنده التهاب في وطر في الساق ومهدد بالغياب عن مباراة منتخب روسيا امام المنتخب الكرواتي وطبعا مدرب روسيا اكيد في ورطة قبل مواجهة كرواتيا بسبب اصابة جيركوف البرازيل تستعيد نجميها دوجلس كوستا ومرسله قبل ما يقع بلجيكا اكيد خبر مهم جدا جدا لكل عشاء البرازيل نجمين هيفرقوا معهم دوجلس كوستا في الناحة الهجومية ومرسله في الظهير الايصر الهجومي اكيد للمنتخب البرازيلي اما بارلمانت تونس يستدعي وزير الرياضة بعد الاخفاق المنديالي تخيلوا حضراتكم دول يعني ثلاث نقاط في المجموعة صعبة جدا 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 معهم بلجيكا معهم انجلترا ومعهم باناما طبيعي يخسروا من بلجيكا الطبيعي يخسروا من بلجيكا ويخسروا من انجلترا كذبوا منتخب باناما اتنين واحد فبالتالي عندهم ثلاث نقاط لكن اتحاد التونسي والبرلمان التونسي بيعتبر ان دي خسارة واخفاق للمنتخب التونسي في المونديال وبالتالي شايفين هجوم كبير جدا على الاتحاد التونسي وعلى كابتن نبيل معلول وايضا على على وزيرة الرياض هي وزيرة وليس وزير مولر لا يزال يتألم من خروج المانيا المبكر طبعا توماس مولر اكيد طبعا نجم من نجوم منتخب المانيا وبارني ميونيك كان عنده فرصة انه هو يحقق ارقامه القياسية في احراز اهدف في كأس العالم عشان يتخط تاكلوزا لكن بيخرج من كأس العالم مبكر من دور المجموعات وكمان بيفشل في تسجيل الاهداف اما الفيفا يوقف رئيس اتحاد سانت فينست وجوزر جاردينيان بسبب تذاكر المونديال الفيفا مش بيرحم حد اي ان كان انت مين العقاب عقاب والثواب ثابت لاعبوا ارجوي يتهبون لإيقاف كيليان امبابي لاعب فرنسا ما اعتقدش ان حد يقدر يوقف امبابي خالص امبابي عايز حد سريع جدا 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 يوقف طريقه هو سريع ومهاري فبالتالي جودن وخيمينيز عندهم مهمة صعبة جدا جدا وهو الاختبار حقيقي من وجهة نظري لخيمينيز وجودن لعبي منتخب طبعا ارجوي اما الجماهير تحقق قرقم قياسي جديد في مونديال روسيا تواجه الجماهيري بشكل كبير جدا في مونديال روسيا في كل المباريات والجماهير الرقم وصل لاربعين مليون مشجع في مونديال روسيا ومصدر في اتحاد الكرة اليابان توبعد رينارة عن تدريب منتخب مصر يعني كان امالنا كبير ان اتحاد الكرة ينجح باي طريقة من الطرق انه يختفي الراجل قدام حضراتكم ده مدرب منتخب زنبيا السابق مدرب منتخب كوتيفوري السابق حقا معهم لقب امم افريقيا وايضا مع منتخب المغرب راجل بصراحة يعني راجل شغل صح مدرب كوتش بيعرف يقرى الملعب عنده رؤية داخل الملعب بنحس بمنتخب المغرب انه بيلعب كل القدم بنحس بشخصية بيعرف يتعامل مع النجوم وبيعرف يتعامل مع اللعب الافريقي بشكل عام احنا عارفيني ان منتلتي اللعب العربي واللعب الافريقي مختلف عن اي لاعب تاني بيكون لازم يعني على سبيل المثال الهدف اللي بيخش فيه اخر ثواني ده بيدل على ان اللعب الافريقي او اللعب العربي بيكون عنده مشكلة في التركيز لحد اخر وقت من اوقات المباراة وبالتالي نفسنا في مدير فني يعرف يتعامل مع اللعب المصري ويكون عنده خبرة افريقية علشان نقدر ان احنا ننجح احنا كمصر وهو كمدير فني هي في الاول وفي الاخر منظومة تحت كرة مدرب ولعيبة وبالتالي ثلاث ركائز مهمة جدا في مشوارنا القادم في تصفيات امم افريقيا وتصفيات كأس العالم ان شاء الله في القريب القادم شكرا